السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف الثالث يا رب أكون يعني بقدر الإمكان وصلت لكم درس الزبير بن عوام اليوم إن شاء الله سوف نحل صفحة 63 اذهب وأحضر الكتاب ثم تابع معي طالب العزيز يلا نبدأ أنا وياك تفضل أبين صدق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالزبير بن العوام رضي الله عنه إذن هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رنت عبد المطلب رضي الله عنها أحسنت نجي للسؤال الثاني أكتب موقفا يدل على شجاعة الزبير بن العوام رضي الله عنه في مكة المكرمة قبل الهجرة يلا يا سادس مع بعض أشيع مرة قبل الهجرة في مكة المكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صح؟ فخرج الزبير بن العوام رضي الله عنه فسل سيفه ماشيا بين الناس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى مكة المكرمة فوجده سليما معاثا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير صح؟ الربح القليل وكان كريما وكثير الصدقة والإنفاق في سبيل الله أما السؤال الخامس واحد لنضع جائرة يلا يا سادس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك الزبير بن العوام رضي الله عنه في إيش؟ أحسنت في فتح بلاد الشام هذا بعد وفاته تذكروا لما قسمنا الدرس لقبل الوفاء وبعد الوفاء تمام وصف رسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه بأنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنى حواري صاحب دمتم عافاني الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتكم التي تحبكم ومشتاق لكم كثيرا